هذه ليست مشاهدة أرشيفية لأزمة النفايات التي حلت بلبنان منذ عامين بل هي مشاهد حديثة لمكبات عشوائية منتشرة في إقليم الخروب فبالرغم من انضمام المنطقة إلى خطة النفايات وقيام شركة سيتيبلو بتجميعها يوميا إلا أن تلك المتراكمة لا تزال موجودة في المكبات كلاب مفترسة، حشرات، روائح نتنا بالإضافة إلى الحرائق بين الحين والآخر هذا هو واقع الحال في الإقليم نحن كنا مصرين أنه ما نحرق نفايات ولا نطبر النفايات لأنه عن مبدأ وقمع أنه هذا الحل ما أنه سلمي وما أنه صحي إذا بدك ولا أنه مفيد على أمل أنه كان المشكلة مؤكدة وتنحل والأسف طالت وصارت مع أنها الأزمة التي حدتك شايفة نكون فيها الأضرار هذه، نتواجه لمجتمع العمار والمسؤولين عنه والمجتمع والسياسيين الموجودين عندنا في منطق والحكومة اللبنانية وكل اللي إذا بدأ كل الدولة اللبنانية أنه على الأقل هالمكبات القديمة يفتحون لنا مكب الكوصة برافا أو أي مكب آخر شرعي أنه نقدر ناخد هالنفايات عليه وإلا ممكن نحن نخلي حالة يشيلن بطريقة أنه يرح يكبن عند العالم مشكلة بتصير رؤساء البلديات يؤكدون أن الحديث عن هبة أوروبية للمساعدة في حل الأزمة يبدو غير مؤكد في المدى المنظور يقال أن هناك هبة قبل ما تسألت الحكومة الماضية المؤدمة لوزارة البيئة يقال يقال بعشرين مليون دولار لحل مشكلة المكبات الموجودة يا هل طول هل هذا صح؟ أين أضحط هذه الهبة؟ كيف بدأت تعمل؟ طارة الحكومة إجراء الانتخابات تحرير الأموال البلديات من الوصايات السياسية اليوم البلديات ممتظرة هبة لعشرين مليون دولار يلي نحكي عنها أنه رح تيجي من الاتحاد الأوروبي عبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من بعد البحث والتدقيق تبين أنه ما في عشرين مليون دولار أو هني عشرين مليون يورو بالتحديد ما مش موجودين بعد لحد هلأ وما وصلوا على خزينة الدولة اللبنانية عبر هيدة الوزارة لصرفها للبلديات كذلك الأمر هناك عشرين مليون دولار طلبتهم وزارة البيئة عبر الحكومة خلال الفترة الماضية لمعالجة النفايات تأصل به كمان هيدول العشرين مليون دولار ما تم صرفهم من قبل وزارة المالية لحد الآن لأسباب غير معروفة هي أزمة قديمة متجددة تهدد أقليم الخروب بيئيا وصحيا عوضا عن شلها حركة السياحة البحرية التي تعتمد عليها المنطقة ترجمة نانسي قنقر